وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأنفاق في قطاع غزة بالخطر الأكبر الذي يواجه القوات البرية الإسرائيلية التي تحاول شقة طريقها في القطاع قالت نيويورك تايمز إن مقاتلي حماس بنوا مواصفتها الصحيفة بالمتاهة من الأنفاق المخفية التي يعتقد أنها تمتد عبر معظم إن لم يكن كل قطاع غزة حيث تسيطر حماس الصحيفة نقلت عن باحثين قولهم إن هذه الأنفاق تلتف تحت مناطق سكنية كثيفة تسمح للمقاتلين بالتحرك بحرية بعيدا عن أعين العدو كما تحوي مخابئ لتخزين الأسلحة والغداء والماء لفتت نيويورك تايمز إلى عدم وجود خارطة دقيقة لشبكة الأنفاق في غزة وأن عددا قليلا من الإسرائيليين شاهدوا بشكل مباشر لذلك تعتمد المعلومات حول أنفاق حماس على الصور ومقاطع الفيديو وروايات بحثي الأنفاق بالإضافة إلى التفاصيل التي نشرتها إسرائيل عندما غزت غزة عام 2014 لتدمير الأنفاق تحتاج القوات الإسرائيلية إلى العثور على مداخلها التي غالبا ما تكون مخفية في أقبية المباني كما تقول نيويورك تايمز التي نقلت عن خبراء قولهم أن ارتفاع كل نفاق يقدر بنحو ستة أقدام بالمتوسط وعرضه نحو ثلاثة أقدام نقلت الصحيفة عن خبير في الأكاديمية العسكرية الأمريكية قوله أن القتال في غزة يشبه القتال تحت البحر مضيفا أنه يتطلب معدات خاصة للتنفس والرؤية والتنقل والتواصل وإطلاق النار خبير آخر من جامعة كينس كوليج في لندن قال لنيويورك تايمز أن دخول القوات الإسرائيلية إلى أنفاق حماس ينطوي على مخاطر أبرزها أن الحركة فخاخت مداخل الأنفاق بالمتفجرات مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تحاول إغلاق مداخل الأنفاق عن طريق الغارات الجوية أو دفع مختصين إلى تدميرها بالمتفجرات خاصة أن تفكيك أنفاق حماس يعد هدفا إسرائيليا رئيسيا في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر